هنا البصرة المستباحة التي تحول السماءها وأرضها إلى ساحة للاقتتال ومركز للصراع بين الميليشيات الطائفية النفط والنفوذ والمعابر مع إيران تفاصيل للصراع الأكبر على رئاسة الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية هذا الصراع المحتدم يشير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أنه يكشف السياسة الإيرانية الجديدة في العراق التي لم تستقر بعد مقتل سليماني ويؤكد الماعات في تقرير له أن إيران لا تخشى فقدان خيوط النفوذ في العراق في ظل المشروع الجديد الذي طرحته بإنهاء ثنائية قم والنجف والتحول إلى المركزية الواحدة التي تدين بالولاء لخامنئي فقط وهو ما تضح جليا في إعلان المرجع الشيع كاظم الحائل استقالته ما مثل خيبة أمل للصدر الذي كان يطمح في أن يكون رجل إيران داخل العراق ليأتي القرار الإيراني مهمشا سلطته الدينية ويرى مراقبون أن معسكر الصدر لا يزال يقاوم وبقوة المحاولات الإيرانية وهو يعلم تماما مخاطر الوقوف بوجهه ما حدا به للتراجع مرارا وخصوصا بعد مواجهته الأخيرة مع الإطار التنسيق في بغدان والذي أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وأمره لأنصاره بالانسحاب دون التقدير للخسار وصورته التي ظهرت مهزوزة على المستوى الشعبي يبدو أن الشارع العراقي يعي تماما أن الصراع السياسي الذي تطور الاشتباكات المسلحة بين الأحزاب والميليشيات هو مرحلة مؤقتة ما تلبث أن تهدأ في ظل قبول جميع الأطراف بمبدأ المحاصصة والذي صار سمة أساسية للعملية السياسية في العراق منذ عشرين عاما لكن ما يجري في نفس الوقت قد يكون فرصة ذهبية لتجديد الثورة في ظل احتمالية توسع الاشتباكات بين الميليشيات الطائفية الطامحة لتكون مؤسسة شبيهة بالحرس الثوري تدير كل الدولة العراقية وهو الأمر الذي يرفضه العراقيون الذين اتجددوا في الذكرى الثالثة لثورة تشرين تأكيدهم على إنهاء النفوذ الإيراني واستعالة الدولة المختطفة والمنتهبة